اذا مشاهدين من استثمار الوقت إلى أيضا موضوع آخر مختلف يوم سيتنا لهذا المساء انشئت دار التسجيل العقاري في امارة الشرقة التي تختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات والتي صدرت عنها عدة قوانين ومراسيم لتنظيم السوق العقاري وتتولى هذه الدائرة تقديم خدمات متميزة في مجال التصرفات العقارية واليوم نستضيف أو نتحدث عن هذه الخدمات ولكن في ظل الأزمة الراهنة وكيف استطاعت هذه الدائرة التعامل مع المستهلك أو المستفيد ولكن بطريقة آمنة وسليمة ويسعدنا أن نستضيف السيد الفاضل خالد إبراهيم محمد مدير دائرة تسجيل العقاري في مدينة أكلبا أستاذ خالد مساك الله بالخير يا مرحبا وسهلا فيك مساكم الله بالنور حياكم الله وانا سعيد جدا ويشكركم كل الشكر ويشكر مؤسسكم المقرأ على هذه دائما المشاء الله داعمين لنا لبرامجنا وانشطتنا وأيضا حتى يوم عندنا قوانين أو عندنا إشياء دائما ما شاء الله سباقين فينا إذن أستاذ خالد الحقيقة دار التسجيل العقاري إن كانت في الشارقة أو حتى في مدينة أكلبا كان لها دور فعال في فترة العمل عن بعد أو في جائحة كورونا لكن الآن نحن نتكلم عن هذه الخدمات المقدمة في تلك الفترة والآن كذلك الخدمات إن كانت إلكترونية أو حتى إن كانت بعد هذه الخدمات فكيف كانت معاملاتكم وخدماتكم في تلك الفترة في البداية يعني إحنا في هذه الجائحة يعني اشتاحت العالم وغيرت معالم وغيرت قوانين وغيرت أنظمة كثيرة اليوم صراحة بقيادة سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائر التسجيل العقاري قام بتشكيل فريق فريق عمل يعني بتنظيم عملية الخدمات هذه المتعاملين اللي عندنا في الدائرة والحمد لله وتوصلنا إلى أن تقسيمنا إلى فئتين والعمل بالتوازي أنه يكون في فريق موجود متواجد في الدائرة ويأخذ احترازات الكاملة وأيضا فريق موجود يعمل عن بعد ويقوم بالدعم اللوجستي الموجود لتقديم الخدمة اللازمة للمتعاملين طبعا قسمناها أكثر من قسم قسم يختص له من شهادات الإفادة هذه يعني شهادات الإفادة اليوم ما فيه مؤسسة تعطي مثل الدعم السكاني أو تعطي الدعم المالي لأي من الناس اللي محتاجة مثل هذه الشهادات فضرورية جدا في هذا الوقت وإحنا اختزلناها بطريقة أن في عدنا الحمد لله أكثر من تعاقد مع المؤسسات ذات الصلة أنه تفاقيات موجودة أنه خلاص التبادل الإلكتروني موجود بحيث أنه نختزل وأن العميل مينة صاحب العلاقة والمنفع مينة خلاص يكون متواجد بيته من يقدم الطلب في هذه المؤسسة هي المؤسسة التي تقدم للطلب هذا فالحمد لله وكان الاستجابة سريعة جدا نعم يعني هذه من أحد الخدمات التي تقدمونها استاذ خالد هل كانت في خدمات أخرى أيضا يعني إلكترونية تسهل على المستهلك يعني تقدمون خدمات كثيرة للمراجعة والمستهلك المستفيد من هذه الخدمات من أبرزها إحنا اليوم في شهر مارس أطلقنا بوابة المطورين العقارين هذه اختزلت كثير من المراجعين اليوم أي مشروع عقاري في مارة الشارقة أنت تقدر من خلال البوابة هذه أنك تطلع وين وصل هذا المشروع إذا أنت شاري تتبع نعم تتبع مراحل الإنجاز إذا أنت هذا المطور مسجل لدى الدائرة اليوم هذه الوحدة العقارية مسجلة أو لا وفي خدمات أكثر التي هي مسألة حتى اليوم أنا كم مستفيد أو أني راح مبتدئ في تمهيدة كاملة والطلاع كامل على السوق العقاري يعطيك ثقافة بسيطة يعني وأيضا التعاقد المباشر كيف يعني أني أصدق عقدي المبدئي من خلال هذا البوابة فلذلك أننا اختزلنا كثير اليوم مشاريع إنه ما شاء الله انتشرت مشاريع الحكومة والآن وحتى المشاريع الخاصة للمستثمرين خصوصا إمارة الشارقة ما شاء الله منتعشة في هذا المجال نعم بالضبط بالنسبة لهذه البوابة أستاذ خالد أكيد كانت سهلت على أشخاص كثيرين بالالتقام مع المطورين العقارين فأهم الأشياء التي ترتبت ونتائج الإيجابية في هذه الأمور أستاذ خالد الإيجابية نحن حرصنا اليوم أن نقلل عدد المراجعين اليوم في الدائرة اليوم جائحة مرت على جميع المؤسسات وكل المؤسسات أخذت تدابيرها واحترازاتها لكن نحن حرصنا كل الحرصة تواجدنا في المؤسسة ليس بنسبة بسيطة جدا لكن الخدمة توصل للناس الإيجابية أنه الحمد لله في رضا من المتعاملين اليوم أنه يحصل خدمة وأيضا هذه المحنة حولناها إلى تحدي وحمد لله قبلنا التحدي مع فريق العمل والحمد لله العودة اليوم مئة بالمئة في مجالات العمل أسعدتنا أنا سعيد اليوم أن يكون بينكم يمكن كان قبل ما نقدر نتلاقى ونشوف أعود الحياة بحد ذاتها هذه سعادة هذه سعادة طيب أستاذ خالد الثقافة العقارية مثل ما ذكرت قبل قليل أنه أيضا هناك منشورات إلكترونية يتعرف من خلال المستهلكة على جميع هذه البنود والأشياء التي قد يستفيد منها في تسجيلها للعقارة التي يملكها والثقافة العقارية بشكل عام أو حتى متى يستطيع أن يشتري أو يبيع أو غيرها من هذه الأمور فأهمية نشر هذه الثقافة أيضا إلى المجتمع وضرورة وجودها إلكترونيا في الموقع حتى يغنيهم إلى ممكن يوفر على الموقع والجهد للوصول إلى الدائرة بالضبط تشوف نحن كسياسة الدائرة ورؤيتها بدأت أولا تثقيف السوق العقاري اليوم نحن موجودنا في السوق العقاري المكاتب للشركات العقارية فقامت الدائرة بجهد كبير اليوم بعمل دبلوم متخصص يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المطور أو المكتب أو حتى المبتدئ في مكتب العقاري أنه يستطيع من قوانين وتشريعات وأيضا في التعامل حتى مع الزبائن فالجتمع الكامل وإحنا اليوم في الدائرة ارتحنا صراحة حتى في طريقة التسجيل يميني مكتب العقاري فاهم اليوم القوانين يساعدني أنا في التسجيل فما أرجع معاملته بحيث أنه قصر فهم في مسألة معينة في قانون معينة فلذلك إحنا وصلنا لمسألة التثقيف جزء والآن في استكمال لهذا الأجزاء الثاني إمارة الشارق اليوم يعني إمارة مترامية الأطراف وكثير من الاستثمارات والتنوع اليوم في تنوع في استدامة واليوم من الأشياء الأساسية في الدائرة عندنا حفظ حقوق الملاك حفظ حقوق الملاك من خلال اليوم البيانات الموجودة التي عندنا نحن نحتفظين وحفظ حقوق الأشخاص المتعاقدين يعني اليوم في بايع في مشتري في وسيط عقاري وكل واحد له مبلغ معين وكل واحد له حق معين حق معين فتحفظون هذه الحقوق بوجودهم أو من يمثلهم قانونيا فلذلك اليوم الثقافة موجودة لكن إحنا حريصين جدا أن نوصلها بشكل ولكن دبلوم هذا دبلوم يعني سيد خالد يعني يأخذها عن طريق الخدمات الإلكترونية أم التوجه إلى الدائرة طبعا الدبلوم الآن صار لتقريبا سنة ونصف الآن بيكمل السنتين طبعا من نجات الجائحة لا سونا عن طريقة عن بعد يتحول عن بعد دايركت يعني وفيه أعداد أنا ما يعني أتكلم فيه أعداد يوم يعني كل الدورة تقريبا ما يقارب الثلاثي والأربعين شخص مدد استكمال مقرارات هذا الدبلوم أستاذ خالد كان تقريبا مدد شهر قبل الجائحة وأثناء الجائحة الآن أسبوعين بس بشكل مكثف بحيث أن الشخص يكون قاعد وفيه وفيه جانب عملي أيضا يعني مسألة فيه التثمين العقاري كيف أثم أنا اليوم كمكتب عقاري أو كشخص عقاري كيف أثم من اليوم عقار معين وبقيمة معين يكون فيه جانب عملي يبون لهم عقار معين تم للطلاع في بيانات معينة ويطلعون بسعر العقار بسعر نموذجية يعني بهذا الدبلوم يكون الشخص بالفعل فهم السوق العقاري بطريقة صحيحة وأنه ممكن يتدارك ربما أي تسويق خارجي أو من مطورين عقاريين أو حتى بعض الدلالين كما يسمونهم الدلالين أو السماسرة السماسرة نعم نحن نشوف يعني الآن الذي سيقدم وكثير لو لاحظتم الفترة الماضية كنا نطلع على السوشال ميديا وكنا عندنا حسابات ونشوف في مثل حملة اليوم للإعلامية لترويج عن العقارات بشكل خاص في الإمارة وأيضا حتى في الدولة كلها لكن اليوم أنا أقدم بعض النصائح يعني من خلال جلستنا هذه سريعة أي واحد يتقدم لأنه يكون يعني عنده استثمار بداية أولا يعني إحنا قدمنا خدمة الاستعلام عن الشركات التي تقدم المشاريع من خلال بوابة المطولين هذا واحد اليوم لا أروح لأي شركة غير مسجلة لازم تكون مسجلة للدائرة ثانيا المشاريع أيضا نقول المشاريع مسجلة الوحدة العقارية وفرنا خلال الموقع وخلال التطبيق الذكي أيضا شريط الأسعار اليوم أي وحدة عقارية تنباعد في الإمارة سواء في الإمارة كلها نتكلم ونوع الوحدة العقارية التي نباعد سواء كانت شقة سواء كانت الأرض فضاء أو أرض مبنية كلها تنكتب وهوين منطقتها جميل تنكتب على طول بالضبط سعر القدم اليوم ومتجدد يعني كل يومين أو ثلاثة يتجدد السعر تم تبع في مدينة كلبة في مدينة الذين في منطقة معينة وبذكر اسم المنطقة بالتحديد حتى يكون في تقييم للناس المتابعة للأسعار هذا إلكترونيا موجود إلكترونيا وموجود في الدائرة والفروع أيضا عند زيارة يشوفها وحتى عند السؤال إذا بيسأل ممكن نعطيه حتى بشكل عام أيضا نقول للجماعة المقبلين على هذا الحرص كل الحرص أنك لا تأخذ المعلومة من غير الناس المرخصين يعني اليوم أنت ذكرتي موضوع الدلالين الحمد لله يعني اليوم إمارة الشارقة يعني وضعت تخيل التشريعات من متى من السبعينات من بداية التشريعات موجودة إلى اليوم وهي تجدد هذا هذا اللي يميزنا وكثير من المؤسسات العقارية سواء في الدولة أو في الإمارة خذت تشريعاتها من قانون التسجيل العقاري قانون اتحاد الملاق قانون بيع الوحدات العقارية قرار مجلس تنفيذي بخصوص الوساطة العقارية كثير من القوانين لكنها عدنا فيها مرونة وتجديد فهذا اللي يجعل الإمارة الشارقة إمارة جاذبة للاستثمار العقاري والعقاري شو العقاري المسند اليوم عندنا قانون للانتفاع حق الانتفاع لغير المواطنين والعرب اللي هو الأجانب مئة سنة وهذا ما فتح ما شاء الله مجالات كبيرة للاستثمار فلذلك نقول للجمعة المقبلين سواء كان من أخوان المواطنين أو المقيمين اليوم احرص كل الحرص أن تكون أمورك الرسمية موجودة طريقة صحيحة تابع المساحات في المشاريع اليوم نشرب اليوم أنت رايح ما تعرف عرف أن في مسألة مساحات اليوم راح تنباع لك والقدم على كم تحسب وتحسب القدم وتحسب بالمتر سواء في بعض الإمارات يعني هذه يعني مقاييس معينة للمساحات فأنت أعرف أعرف ما هو الحق الذي عليك ثاني ما هو المردود الإيجاري من هذا أنت اليوم رايح ما تعرف شو المردود ما رايح تحدد هدفك حدد أيضا المعيار أو المبلغ الذي أنت راح تستثمر فيه هذه كلها معايير معينة حتى تكون العملية ناجحة بالضبط أنا ما أدفع اليوم اليوم 200 طبعا فيك ما شاء الله عبارات نحن دائما رنانة حتى شبابنا دائما يقول ابن البار العقار فالابن البار والعقار يمرض ولا يموت وحمد لله اللهم لك الحمد على مر الأزمات التي صارت في العالم كلها في العقارات إمارتنا الحمد لله والدولة بشكل عام لأنها مبنية على أسس وقوانين وتشريعات قايمة على تجديد دائما وما شاء الله واستقطابات التناس هذا سؤال أستاذ خالد الآن في ظل هذه الأزمة ودائما الاقتصاد المحلي قد يتأثر بالاقتصاد العالمي صحيح في ظل هذه الأزمة هل صار فيه ركود أو صار فيه تردد عند المستهلكين أو المستثمرين في مجال العقار الاستثمار موجود لا يتوقف اليوم طلب السكن موجود فلذلك سيستمر الناس تتكاثر الناس تزداد لا تنقص فلذلك الاستثمار موجود نعم نقول يطلع سلم التداولات يطلع إذن عالي وينزل لكن نقول أنه يموت أبدا يوصل للصفر أبدا حتى في ظل الأحوال حتى في رمضان ونحن في الأزمة الناس كانت موجودة وتتداول وكان البيع ماشي صحيح قل لكن نحن توقف تماما أنا أقصد صار في رفكة قليلة تفاوت موجود بمقارنة غير الوقت للأزمة نعم في أوقات والمقارنات والدراسات هذه نحن موجودة ونأخذها دائما بعين الاعتبار حتى هذه الداتا نحن موجودة وحتى موجودة على الموقع الرسمي ماشاء الله شفافية وضوح في كل شيء أكيد هذه الأرقام لأن هناك ناس تساعدها على موضوع الاستثمار يمكن الناس المبتدئين ما تساعدهم أو ما محتاجين له لكن اليوم المستثمر يومي المستثمر الأجنبي اليوم أول ما يشوفه يشوف القوانين التي تحفظ حقوقها على طول يشوف إذا شاف أنه ما في حفظ للحقوق لا ما رح يستثمر ما رح يستثمر يشوف دولة ثانية أو يشوف مناطق ثانية تقدم للدعم التجاري أو الاستثماري إذن الأستاذ خالد إبراهيم لكل الشكر أتواجدت كل يوم معنا في برنامج حديث المساء وللأسف لوقت أسعفنا لكن إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في المستقبل إن شاء الله أبوابنا مفتوحة للاستشارة وأيضا حتى للسؤال أي سؤال تعالوا للدائرة يبقوا عن أي مشروع أو أي أسعار نحن جاهزين إن شاء الله والله إن شاء الله ممقصري سواء كان من خلال الموقع الإلكتروني وأيضا من خلال الدائرة وهذه الجهود التي قدمتها شكرا أستاذ خالد شكرا إذن نعش وصلنا مع مشاهدينا في هذا المساء إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء نتمنى بإذن الله كنا خفيفين ضل كما يقال وأيضا سمتنتم معانا في أمسيتنا لهذا المساء نلتقيهم غدا بنفس الموعد ومع السلامة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر